السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لطالما اعتبرت أن الزجاج مادة بسيطة شفافة لماعة يدخل الضوء من جهة ويخرج من جهة ثانية بعضه يرتد بعضه يخترق السطح نقطة انتهى هذا والزجاج لكن اتضح أنه أعقد من ذلك بعض الشيء أولا لايك وسبسكرايب وفعل الجرس لأني أرى أن الكثير من مشاهدي هذه القناة من غير المشتركين كذلك تابعوني على إستغرام الحساب جديد وليس عليه أي متابعين كما ليس فيه الكثير من الصور بالطبع لأنها جديد لأي سؤال أو استفسار رابط الحساب في ديسكريبشن في الأسفل نعم البعض سيقول هذا الفيديو من الفيديوهات التي يأتي بمشكلة صغيرة جدا غير ملاحظة لم يكن ينتبه إليها أحد ويضخمها ويجعلها موضوع طويل وعريض والنعم هذا هو الفيديو لأن هذه الصورة تبدو ليبأس بها ولا يبدو فيها أي مشكل أين المشكل هنا؟ المشكل في هذا الحزام الأسود حزام أسود أنا أضحك لأن الحزام الأسود خاص بالكاراتي وهو أعلى وسام تناله في كاراتي وأنت يمن يشاهدين أن تمارس الكاراتي وعندك حزام أسفر والطاولة عندها حزام أسود ينبغي أن تخجل من نفسك لا أمزح المهم لا تبدو أي مشكلة هنا سوى هذا الحزام الأسود لأنه في الواقع هذا ليس حزام أسود تلاحظون أنه أخضر أو إذا كان الزجاج صافي جدا فهو سيكون أبيض أو رمادي بعض الشيء المهم أنها ليس أسود ولكن هنا مهما رفعت الإضاءة فسيظل أسود بهذه الطريقة لماذا؟ ما هذا وما هذا؟ ينبغي الآن أن أشرح بعض الشيء آتي الآن إلى فوتوشوب لأن فوتوشوب مصنوع للشرح لا هو مصنوع لتعديل الصور لأنه من كل هذا تلاحظون أن شعاع الضوء ينطلق من هنا يستضم بهذا السطح بهذه الطريقة وهذا هو الخط الوهمي الذي ينبغي أن يكون عليه إذا كان مجرد شفاف بهذه الطريقة بحيث أنه يمر من هنا ويأتي بهذه الصورة لكنه لا يأتي بهذه الصورة ويأتي بهذه الصورة وهذا يدل على أنه حدث ما يدعى بانكسار الضوء وسط الزجاج يستضم الضوء هنا ينكسر إلى هذه النقطة ثم ينطلق من هنا ويأتي بهذه فتظهر هذه وكأنها هنا كل الزجاج هكذا ولكنهم يتفاوتون في مقدار الانكسار زجاج مجهر مثلا مقدار الانكسار فيه كبير جدا والنظارة أو مشابه وزجاج مستقيم مقدار الانكسار فيه ضائل جدا ربما هكذا بدل من كل هذه لكن الانكسار موجود فيها كلها لكن الأمر أعقد من هذا بكثير وصدقني حين أقول ذلك لماذا؟ لأنه كما قلت لكم أن بعض الضوء يرتد وهذا معروف طبيعيا إذا أتيت إلى هذه الصورة فستجد أن بعض الضوء يرتد وهو يعكس الخلفية بهذه الطريقة وهذه الصورة الواقعية كذلك تظهر أنه يعكس بعض الخلفية هنا وهنا نراحظون ذلك الأمر واضح والجميع يعلم ذلك لكن ما يغيب عن ذهنكم أن هذا الذي يعكس الخلفية هنا هو نفسه الجدار الداخلي من هنا فهو يعكس كذلك ما يصطدم به من أضواء لذلك إذا أضغطت هنا فهذه هي الصورة الحقيقية لعمل الزجاج يأتي الضوء من هنا يضرب هنا في هذا الصف ينكسر ثم يكمل بعض الأشعة هنا وبعضها ترتد كما بعض الأشعة ترتد هنا وبعضها ترتد هنا بعضها تكمل هكذا وبعضها ترتد من هنا وبعضها تكمل هكذا وبعضها ترتد من هنا وبعضها تكمل هكذا وبعضها ترتد من هنا إلى ربما ما لا نهاية المشكلة في هذا أن في العالم الواقعي صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع في العالم الواقعي الضوء لا حدود له لدينا كمية غير محدودة من الضوء فهي ترتد داخل هذا السطح إلى ملا نهاية ربما إلى ألاف المرات أو ملا نهاية المرات لا يهمني هي ترتد وترتد وترتد لكن في العالم الثلاث الأبعاد كل شعاع من هذه الأشعة مدروس ومحسوب ويجب على السي بيو أو الجي بيو أو أي مكان الذي يعمل الرندر أن يحتسب كل شعاع من هذه الأشعة وأن يتتبعها لذلك كلما كثرت كلما كان الأمر أصعب ولا أقول أصعب ولكن أكثر استهلاكا للوقت ولموارد الكمبيوتر أين نجد هذه الأشعة التي ترتد داخليا في هذا السطح هذه الأشعة موجودة في بلندر هنا أو دعني أتخلص من كل هذه النودات لأنها لا ينبغي أن تظهر الآن ينبغي أن تظهر في آخر الفيديو كنترول أكس أكس وهذا غباء المهم هنا أربعة غلوسي في لايت بات هنا في رندر وأنا في سايكلز بكل تأكيد المهم ما يهم هو أن تأتي إلى سايكلز تأتي إلى لايت بات هنا في رندر وتأتي إلى غلوسي غلوسي هو المادة اللي معه في بلندر أي شيء يلمع في بلندر فهو فيه الغلوسي لذلك فهذا ما سنستهدفه هنا الغلوسي إذن أي أشعة ترتد داخليا في وسط هذا السطح هنا هنا نعم نحن الآن وسط الطاولة أي أشعة ترتد داخليا هكذا فهي ترتد بسبب الغلوسي هناك أربع ارتدادات تحتسب هنا وبعد الأربع الارتدادات هذه انتهى الأمر سيعدم الشعاع ويأتينا بهذا السواد إذا أعلم الشعاع فهو سيأتي بصفر صفر هي السواد لذلك بعد الأربع ارتدادات يأتينا بهذا السواد لذلك ما سنفعله هو أن نرفع هذه كمية الغلوسي هنا كمية الارتدادات عدد الارتدادات نجعلها مثلا عشرة بعد أن نجعلها عشر ارتدادات سنرى كيف سيصير هذا لأنها الآن سيرتد مرات أكثر ويأتينا بألوان أكثر إذا أتيت إلى هنا فمثلا أربع ارتدادات واحد اثنين ثلاثة أربعة هنا ويأتينا بشعاع أسود من هنا لكنтрث إذا أستمر يرتدد surgت في الأوان الخلفية وأنتقض بالهولئةek من 10 مرات يأتينا كل مرة بألوان أكثر سنرفع الى 10 فهو نحصل على هذه النتيجة أنتقضي ذلك لا أريد أن أجعل الأفردادات المباشرة تلاحظ الفرق الهائل بين اربع وrom 18 وعشرة لاحظون ذلك لما زدنا عدد الارتدادات أصبح هذا أخف اللون وهذا قد بدأ يسير طبيعي بعض الشيء وهذا هو الذي نريده وهذه المشكلة بدأت تنحل لكن إلى أي حد يمكن أن نرفع في هذا إلى أي حد يمكن أن نرفع في هذا ونبقى نحس بالفرق هذا ما أريد أن أقوله ونبقى نحس بالفرق في حدود العشرين هذا ما لمسته أنا لذلك سأرفع الآن إلى عشرين والنتيجة سترونها هنا بعد رفعه إلى عشرين لاحظوا الفرق الآن سيكون هناك فرق طفيف لكنه موجود لاحظوا ذلك أربعة عشر عشرين هناك فرق بالتأكيد لكن بعد رفعه إلى المئة ليس هناك أي فرق بين الملاحظ ومرصود بين عشر ومئة إذا أتيت إلى هنا بين عشرين ومئة وليس عشر ومئة إذا أتيت إلى هنا فهاتهي المئة وهاتهي العشرين مئة عشرين مئة عشرين نعم لا فرق مئة لكن يمكن أن نعمل ذلك بطريقة أخرى نترك هذا الآن مئة ونعمل ذلك في النوذ إذا أتيت إلى هنا وضغط Shift A Input Light Path ستلاحظون أنه نفس الإسم Light Path هنا Light Path هنا سنستخدم هذا الريد لتمثيل هذا الشيء ما سنفعل الآن في Light Path هو شيء معاكس لهذا بحيث أنه سنستخدم كلما رفعنا فيها الرقم كلما ازداد هذا الحزام قتامة وكلما خفضنا فيها الرقم كلما أصبح أكثر بياضا إلى أن يصير شفاف تماما إذن سنضغط Shift A ثم Converter ثم Color Ramp Math وليس Color Ramp نحول هذه إلى Greater Than ثم نجعلها هنا مثلا ارتداد واحد بعد ارتداد واحد سيأتي هذا بشيء آخر سأوريكم الآن Redept قضعه هنا الآن هذا الريد سيحدد ارتداد واحد بلون وبعد ارتداد واحد بلون آخر الارتداد الواحد وأقل من واحد سيكون 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 لون أسود وأكثر من ارتداد واحد سيكون أبيض وهذا ماسك يمكن أن نستخدمه وهو بيض والسواد وهو عبارة عن ماسك يمكن أن نستخدمه للتحكم بين Shift A Shader Transparent بين هذا Principle PSDF وبين هذا Transparent ثم نضعه هنا ثم الآن صارت التوليفة إذا كان الارتدادات أقل واحد أو أقل من واحد فأتني بهذا وإذا كانت الارتدادات أكثر من واحد فأتني بهذا في هذا الشفافية لذلك بعد أن عملنا هذا النوت ستاب نأتي إلى هنا فنحصل على هذه النتجة التي سترونها الآن هذه وهي بشعة جدا وغير واقعية لماذا؟ لأن هناك ارتداد واحد ثم ينعدم شعاع لا ينعدم شعاع الذوء بل يخترق السطح ويأتي بالخلفية في الأول لما كنا نرفع في الجلوسي هنا كانت بعد عدل الارتدادات الذي هنا ينعدم الشعاع ويأتي بالسواد أما الآن فبعد عدل الارتدادات الذي هنا تصبح هذه الطاولة شفافة تماما ويأتينا هذا بالخلفية بلون خلفية بالطبع لن نستعمل ارتداد واحد سنرفعها إلى عشر مثلا عشر ارتدادات فنأتي إلى هنا وننظر النتيجة بعد عشر ارتدادات سيصير هكذا هو جيد بعض الشيء لكنه أكثر شفافية من اللازم راحظون ذلك ثم الآن إذا رفعناها إلى عشرين ارتداد هنا نحصل على نفس النتيجة نحصل على نفس النتيجة هنا بعد عشرين ارتداد يصير هذا وإذا أتيت إلى هذا وأتيت إلى عشرين التي وضعناها في لايت باث هنا فسنجدها نفسها إذا أتيت الآن تك 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 هاته العشرين تك 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 وهاته العشرين نفسها لا فرق لماذا لأنه بعد الري العشرين سواء أعدم الشعاء أو اخترق السطح لن يشكل أي فرق لأنه بتعد كثيرا ولم يعد لم تعد الألوان الخلفية تظهر هنا صراحة بعد الري رقم عشرين بعد الارتداد رقم عشرين أرجو أن تفهموا هذا وهو أمر يتطلب بعض الجهد لتفهمه أو بعض الناس سيفهموا من المرة الأولى المهم لكن ما الفرق بين عمل هنا والعمل هنا ما الفرق بين أن نضع عشرين هنا وأن نضع عشرين هنا الفرق الآن أن عندنا هذا اللون هنا الحر الذي بإمكاننا أن نجعله بأي لون نشاء نجعله أحمر أو أخضر مثلا الأخضر هو لون الزجاج الطبيعي تعلمون أن الزجاج إذا نظرت إليه بهذه الزاوية كان أخضر هنا ويكون أبيض هنا لماذا؟ لأنه كلما أطال الضوء الاختراقه كلما أخترق سطح أكبر من الزجاج كلما تحول إلى لون أخضر لأن الزجاج ليس أبيض مئة بالمئة ويمن إلى الخضر في طبيعته لهذا إذا رأيت سفائح من الزجاج خلب بعضها خلب بعضها فهي تكون خضراء بعد حد معين ربما نصف متر أو ما شابه تصبح خضراء أما صفيحة واحدة فأنت ترىها بيضاء لذلك نستخدم هذا اللون سنجعل البرنامج نعم هكذا سنجعل البرنامج الآن نجعل بلندر الآن بوسطة هذا النوت ستتب يخبر الزجاج أن يعود بلون أخضر بعد عدد اتدادات معينة نعم لذلك سأعيد هذا إلى ربما سأتركه في العشرين نعم أذكر أني سأجعله سأجعله الثناش أنا أقرأ في الورقة التي أعدتها هنا سأجعله الآن الثناش بعد الارتداد رقم الثناش سيأتينا بهذا اللون وقد وجدت أن الارتداد رقم الثناش هو الأفضل في هذه الحالة وسيأتي بلون طبيعي لذلك هنا البرنامج سيأمر الأشعة بأنها بعد الارتداد رقم الثناش ستأتي بهذا اللون هنا تجعل اللون الخلفية بهذا اللون وتأتي به هنا لذلك إذا ضغطت الآن أفضل وعملت رندل فسأحصل على هذه النتيجة هنا إذا ضغطت الآن هنا فتلاحظون هذه الخضرة الجميلة الرائعة التي ظهرت هنا بدل من تلك السمرة وهذه الطبيعية إذا أتيت الآن إلى هذه السورة تلاحظون أنها أقرب بعض الشيء إلى هذه تلاحظون هذه الخضراء وهذه خضراء يمكن أن أعدل في اللون بحيث أن هذه الخضرة أكثر ميلا إلى زرق بعض الشيء لكن المبدأ موجود هنا هناك خضرة هنا وهناك خضرة هنا بحيث أنه بعد الإشعاع رقم 12 بعد الارتداد رقم 12 تأتينا بهذه الخضرة وهذا هو النود ستاب الرائع جدا الذي يأتينا بلون زجاج طبيعي خفت هذا إلى 10 وجربت لا أدري أنا أراها أن 10 ربما أفضل أتي إلى هنا وأريكم العشرة هذه هي العشرة لا أدري أدري إن كانت هذه هي الأقرب إلى هذا أم هذه هي الأقرب هذه وهذه هذه 12 وهذه بعد 10 أظن أنها 10 أفضل تظهر وكأنها 10 أفضل لكن صراحة لم أجد أي كيف أقولها لم أجد أي نود ستاب يمثل الزجاج هذا التمثيل الرائع جدا أتحدث عن الزجاج التي تصنع منها الأواني والطاولات وكل تلك الأمور إذا كان زجاج نوافذ فهو لا يحتاج إلى كل هذا لأنك لن ترى جوانب الزجاج على أي حال ولأن ما يهم في الزجاج النوافذ هو تمرير الضوء النود ستاب الخاص بزجاج النوافذ هو أبسط من هذا بكثير وهو أمر سهل بحيث أن البلندر افتراضيا لا يترك أشعة الشمس تتخلز الزجاج وتمر عبر الزجاج يمر الضوء لكن أشعة الشمس المباشرة لا تمر وأنا لا أفهم هذا لذلك فهم يستعملون النود ستاب لجعل أشعة الشمس تختارقه المهم دعنا من هذا الآن بعد هذا هناك مشكلة أخرى لأنك إذا أتيت إلى هذه الزاوية هنا فنحن نعلم أن البرنامج بعد 12 ارتداد أو بعد 10 ارتدادات يأتينا بلون هذا الأخضر لكن إذا كنت مقابل هكذا بهذه الطريقة فليس هناك إلا ارتدادين واحد اثنين إذن فسيأتينا بلون الزجاج الطبيعي الأبيض هذا لذلك إذا أتيت بالكاميرا إلى هنا هكذا نعم ثم بعد ذلك عملت الاندر فسأحصل على هذه النتيجة التي سترونها هنا الآن لا يبدو أن هناك مشكلة لكن بنظر أدق تلاحظون أن هناك خضرة هنا في الأسفل وخضرة هنا في الأعلى وهناك بياض هنا في المنتصف هذا بسبب البرسبكتف المنظور بحيث أن الجزء الأقرب إلى الكاميرا هو جزء الأعرض والأبعد إلى الكاميرا هو هذا الجزء الأديق لذلك فإذا تقابل الجزئين هنا في المنتصف فتلاحظون ما الذي سيحصل الضوء يمر بطريقة مباشرة تكثك يضرب ضربتين وانتهى الأمر لذلك فهو يأتي بهذا اللون الأبيض ما سنفعله لمعالجة هذه المشكلة مع أنها ليست مشكلة كبيرة على كل حال لكن ربما قد تظهر في أنيميشن إذا عملت أنيميشن مثلا هنا تحرك الكاميرا ببطء بهذه الطريقة فستظهر المشكلة في فريم أو فريمين ربما قد تسبب مشكلة لذلك ما سنفعله هو شيء آخر رائع جدا هذا الفريم أبزوربشن هو خاص بالسوائل إن صح التعبير أو شيء من هذا لا أدري ولا أدري ما الفرق بينه وبين السكاترين لكنها جيد جدا في تمثيل هذه الأمور كل شيء عند حجم مثلا سائل ملون كالقهوة مثلا أو زجاج ملون استخدمت في هذا الفريم في أبزوربشن فستحصل على ننتجة رائعة لذلك أتي إلى هنا وأعطيه نفس هذا اللون ثم بعد ذلك أذخره هنا في الفريم وأستعمل القيمة واحد هنا أنا هنا في بلندر EV رندر الفوليوم سيء جدا لكني أعمل الرندر في سايكلز ذلك لا تهتم نعم عطيته نفس هذا اللون ثم بعد ذلك ربما قد عدلت اللون قليلا بعض الشيء لكن المهم لما حصلت على اللون المناسب سترون الآن النتجة إذا ضغطت هنا فترون النتجة النتجة رائعة جدا وواقعية جدا هذا رائع جدا كما ترون وهذا من زاوية أخرى بعد استخدام الـ Volume Observation بكل تأكيد بعد في زاوية أخرى عند عشر اتدادات لاحظون الفرق بين استخدام الـ Volume Observation وعدم استخدامه هنا هذا بعدم استخدام Volume Observation وهذا باستخدام Volume Observation والنتجة رائعة جدا لكل حال وكلما زادت الإضاءة زادت لاحظوا هنا في طرف الطاولة هنا كأنها واقعية البعض لتمثيل هذه الخضرة يستعمل يعمل هنا مثلا يأتي إلى Blender هنا يضغط Tab ثم تحدد كل هذه الجوانب جوانب الطاولة ثلاثة تحددها Control Plus 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 ثم بعد ذلك تجعلها بلون آخر بزجاج آخر لا هذا ليس واقعي هذا الـ Note Setup الأكثر واقعي الذي وجدته عبر الانترنت نعم هو ليس من اختراعي ليس من اختراعي بكل تأكيد قد أتيت به من فيديو في Blender Foundation في منتقى Blender وهو فيديو رائع جدا تعلمت منه الكثير جدا 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 سأضع ربما رابط الفيديو في الأسفل أرجو أن أتذكر إذا لم أضعه فأنا لم أتذكر لكني بسطته لكم قدر الإمكان وآتيتكم بالمعلومات وخلصت المعلومات باللغة العربية وأتيتكم بهذا الـ Note Setup الرائع جدا الذي لم أضف فيه شيء أنا حرفيا أتيت بكل ما فعله وهو رائع جدا ألا لم أرى تمديل الزجاج أحسن من هذا هذا كل شيء لليوم إذا أعجبك الفيديو لايك وسبسكرايب تعليق وانشهد اضغط زر الجرس وشاهد كل هذه الفيديوهات التي تظهر هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته